إذا من سبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم وحسب معلومات من قناة بيف ام تيفي الفرنسية ولعلكم تستذكرون هذه القناة هذه القناة التي كانت قامت بترد أحد الصحفين المغاربة لأنه قال أو صرح بجملة الصحراء المغربية وآن ذاك البوصبعي كان عجب الحال نظام حضارة الجزائر كان عجب الحال أبواق الإعلامية لنظام حضارة الجزائر كانت تطبل وتزمن لهذه القناة قناة بيف ام تيفي والآن بعد اعتراف فرنسا المغربية الصحراء أجي ونشوفوا متابعينا الكرام أحد الأخبار الخطيرة والتي تؤشر على الانفجار القادم في حضارة الجزائر وعلى أن ما يسمى برموز نظام حضارة الجزائر والعائلات ديالهم والأبناء ديالهم بدأوا يفرون من حضارة الجزائر والأخطر من ذلك يفرون وفي حوزتهم الأموال الطائلة ونعم متابعينا الكرام حسب قناة بيف ام تيفي الفرنسية تقول على أن موظف الجمارك في مطار رواس شار قامت باعتقال جزائريين اثنين وفي حوزتهما أكثر من جوج مليون أورو قادمين من الجزائر وكانوا غادين لتركيا قالوا غادين يديروا الإسكال في فرنسا باش يمشيوا لتركيا لكن موظفي الجمارك في فرنسا قاموا باعتقالهم وفي حوزتهم نقدا جوج فصلة أربعة مليون أورو وهذا نقرأ لكم نص الخبر الذي يقول تم العثور يوم الأحد الثامن عشر من أغسطس ليهو يوم أمس بحوزة رجلين على أكثر من جوج مليون أورو نقدا بينما كان يستعدان للصعود إلى طائرة أو على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول في تركيا وذلك من خلال أو عبر مطار رواس شار حسب المعلومات التي أفادتها قناة بي اف ام تي في حيث تعرض المسافران القادمان من الجزائر العاصمة اسمهم زيان القادمان من الجزائر العاصمة تعرضوا على الفور إلى الحجز الجمركي من قبل أعوان فرقة المراقبة الخارجية للمطار بسبب أفعال عدم الامتتال لالتزام التصريح برأس المال والاشتباه كذلك في غسيل الأموال وبعد إحصاء هذه الأموال صادر موظف الجمرك جوش فاصل 4 مليون أورو جزء منها بالفرانك السويسري وتم بعد ذلك وضعوا المشبه بهما وهما جزائريان الجنسية يبلغان من العمر 32 سنة وتعود 30 سنة وضعهم رهنة الاحتجاز لدى الشرطة في مقر المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال المالي ولا تزال جلسات الاستماع الخاصة بهما جارية يوم الاثنين يعني اليوم التاسع عشر من غسطس ويقول كذلك أو تقول هذه القناة بأن عملية المصادرة هذه حسب كذلك مكتب المدعي العام بأنها قياسية عملية مصادرة قياسية للأموال في هذا المطار يعني عملية مصادرة غير مسبوقة كيقوموا بها في هذا المطار الآن أجي ونحللوا هذا المعطا المتابعين الكرام بداية شوفوا معي حجم الكارتة هذا الجوش ديال الجزائريين بعدها هربوا من حضارة الجزائر خرجوا من حضارة الجزائر ولم يتم ضبطهما من طرف السلطات الجزائرية ولا الشرطة ولا الجمارك ولا الضرك ولا المخابرات ولا الجيش ولا هم يحزنون خرجوا بعدها من حضارة الجزائر وفي أمتعتهما جوش فاصلة 4 مليون أورو جوش فاصلة 4 مليون أورو يعني خرجوا من حضارات الجزائر بشتعرفوا بأن حضارات الجزائر مدرحة هذا المعطى الأول المعطى الثاني العائلات ذي النظام حضارات الجزائر هم بدأوا كيهربوا بدأوا كيهربوا إلى الخارج لأنهم على يقين أن نقطة الانفجار اقتربت في حضارات الجزائر وشوف بزيان يا بوصباع وسمع بزيان يا بوصباع الفلوس ديالك تمشي عن جوش حويش يا إما كتصرف على مرتزقة البوليزاريو على أمور تافي هوا خاسرة وعلى قضيات خاسرة وعلى أوهام وعلى بروباقاندا وعلى شراء الدمام وعلى طائرة الرئاسية ديال من بطوش والكيروزين دياله وما إلى ذلك والتنقلس دياله والفنادق دياله دياله ديال قيادة البوليزاريو يا إما الفلوس ديالك يمشي في جيوب الكابرانات الحركة اللي حاك منك هم مول عائلات ديالهم وفاش يحسوا بأن نقطة الانفجار قربات ولا أنهم مهددين كيسيفطوهم على برة كيسيفطوهم على برة كيعمروا بعد الباليزاريو ديالهم بالفلوس كاش كيفما تم الحج ديالهم في هذا المطار الفرنسي ثم كيمشو كيهربوا على برة وطبع الحال هذا تم الحج ديالهم وتم اعتقال ديالهم بسبب أنهما كانوش مصرحين بهذه الأموال وهذا معناه كذلك أنهما كانوش مصرحين بهذه الأموال حتى في حضيرات الجزائر فبالتالي هربوا هذه الأموال إلى الخارج والمثل السخرية هنا أنه عم جد حشكم يوم أمس في هذا الخطاب الانتخابي دياله بدك يتكلم على أنه عادت الأموال المنهوبة وأن في عهدته عادت الأموال المنهوبة وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن الواقع يختلف كليا عن تلك الأوهام والخطاب الانتخابي والوعود والكلام الفارغ وما إلى ذلك من هذه الأمور ما هو واقعي؟ أن الكبرانات والحركة والعائلات فاش يخصوا بالخطر يجمعوا الباليزة ديالهم كعمروا بالفلوس ومشيوا كيهربوا على بره وانهذه المسألة لها ما هم مرة وقالذ حتى مع كبار الجنرالات في الجيش دي الحضارة الجزائر وما مع كبار الكبرانات في الجيش دي الحضارة الجزائر شحامل الكبران مشان شقوه هرب على بره والدابلزة ديال الفلوس ومشيه هرب على بره والأكثر من ديالك ويجب أن يذهب إلى براء ويجب أن يضحف الوثائق السرية سواء المخابرات حضارة الجزائر أو الجيش حضارة الجزائر فالمغزى من هذا الفيديو المتابعين كرام هو أن نقطة الإنفجار قربت في حضارة الجزائر ويجب أن يحسون بهذه القضية من أجل ذلك يجب أن يهربوا ويجب أن يحروا على براء ويأخذوا معهم الفلوس بطبيعة الحال من المفترض أن تكون البوصبعي لكن البوصبعي بطبيعة الحال نعرف أنه عايش مدلول عايش محقور عايش في الدل عايش في الطوابير عايش في الميزيريا عايش في الفقر عايش في أمور أبسط مقاومة العايش مكين شعب الله في حضارة الجزائر والأموال لهم تصرف بسخاوة على المرتزقة المرتزقة البوليزاريو على بن بطوش والطائرة الرئاسية دياله بينما الباقي بطبيعة الحال يتم تهربه إلى الخارج فهذه فضيحة متبعين كرام بكل ما تحمل الكلمة من معنى كما ذكرت لكم فضيحة ديال أنه أولا بعدها راه هذه الفلوس خرجات من حضارة الجزائر وما كان تشيح تشيجي هذا أمني ولا مخابرات ولا كذا ردوا لها البال أو لنقول بصريحة العبارة على أنهم عارفين هذه الفلوس خرجات ولكن طبيعة الحال هذه الجوجة التي تعتقل الآن في فرنسا في الغالب سيكون من العائنات ديال شيكابران اللي هو حاكم في حضارة الجزائر ولا من الأصدقاء ديال شنقريحة وكهر في الأموال دياله على بره لأنه في نهاية المطاف لا شنقريحة ولا غيره كلهم سيبغيروا يهربوا ولكن في خال النظار وتوفيق من ديال وما إلى ذلك خير ومثال على ذلك تحاهم مراتهم أمشوا هربوا على بره والدول فلوس ديالون وبعد رجعوا وعاودوا حكمه في حضارة الجزائر ويعاملون الجزائريين وكأنهم حشرات وكأنهم جرذان وكأنهم عبيد بالنسبة إليهم لا أقل ولا أكثر فتلك المتابعين الكرام فيما يتعلق بهذا الخبر خلوا للأراءة ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذا المصيب الكحلالي ويقع في حضارة الجزائر أراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل ولا غالبا إلا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر